مرحبا وأهلا بكم في عدد جديد من فقرة قراءة في الصحف الألمانية من بيرلين بشراكة بين ميدي أن تيفي ومؤسسة دويتش فيلا البداية بصحيفة ديفيلت وآخر المعطيات حول منفذي الهجمات الإرهابية بسيرلانكا في عيد الفصح والتي أودت بحياة نحو 359 شخصا وجرح نحو 500 آخرين ونقرأ في الصحيفة كشف رئيس الوزراء السيرلانكي أن معظم الانتحاريين كانوا من الطبقة المتعلمة وينتمون إلى الطبقة الوسطى العليا غالبيتهم درس في الخارج كالمملكة المتحدة وأستراليا وتحمل السلطات جماعة التوحيد الوطني المحلي مسؤولية الاعتداءات معلنة غياب أدلة كافية عن علاقات المنفذين بعداعش لكن بعض السيرلانكيين سبق لهم أن سفروا إلى سوريا للمشاركة في الحرب في صفوف التنظيم الإرهابي وإلى صحيفة شفابيشت سايتونغ التي تابعت الحملة الانتخابية البرلمانية الإسبانية والخطاب الذي يتبناه رئيس حزب فوكس اليمين المتطرف للظفر بأصوات الناخبين والدخول إلى البرلمان في سابقة تاريخية وكتبت الصحيفة يركز سانتياغو أباسكال كوندي في خطابه على اتفاع عن الثقافة والأمة الإسبانيين من الناحية الأيديولوجية فإن الحزب الذي أسس عام 2014 يشبه في توجهاته حزب البديل اليميني الشعبوي الألماني وحزب التجمع الوطني الفرنسي لكن من خلال خطاب رئيس الحزب يتضح أنه يستنسخ الكثير من الأفكار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصا فيما يتعلق بموضوع الهجرة أما صحفة زود دويتش فاهتمت بخبر فوز الممثل الكوميدي فلوديمير تسيلينسكي بالدور الأول للرئاسيات الأوكرانية فانعدام التجربة السياسية للتسيلينسكي الذي سبق له أن أدى دور رئيس جمهورية في مسلسل تلفزيوني كان عاملا حاسما في نجاحه وكتبت الصحيفة يعتمد غالبية الأوكرانيين على التلفزيون كوسيلة إخبارية وللتسلية وهو ما سعدت تسيلينسكي المعروف كنجم تلفزيوني فكونه لا يتمتع بخبرة كسياسي كان عاملا مساعدا ووفقا لاستطلاع رأي قبل الانتخابات وافق 47% من الأوكرانيين على أن يتولى المناصب الحكومية أشخاص بدون خبرة سياسية ويعود الفضل في نجاح تسيلينسكي لإيغور كولوميسكي رجول الأعمال ومالك القناة التلفزيونية الأكثر شعبية في أوكرانيا ويخشى بعض المحللين أن يخدم مصالحه الآن كرئيس وإلى طاقس شبيغل والخلافات بين المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون حول عدد من القضايا الأوروبية آخر فصولها لأسة المفوضية الأوروبية والبريكسيت ونقرأ في إحدى المقالات بينما تدعم ميركل مرشح حزبها منفريد فيبر لمتصف برئيس المفوضية الأوروبية ماكرون يمكن أن يقول بعد الانتخابات إن رؤساء الدول والحكومات لهم الحق في ترشيح خليفة ليونكر الخلاف الثاني يخص البريكسيت فماكرون أراد منح لندن مهلة قصيرة الأمد لكن ميركل ترى العكس تماما نختم بموقع دويتشفيل الذي أثار موضوع الجفاف الذي يهدد ألمانيا بسبب قلة التساقطات وما يرتبط به من مخاطر كتأثر إمدادات مياه الصرب والقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق ونقرأ في المقال رغم التساقطات التي شهدها فصل الشتاء الماضي إلا أن نسبة التساقطات ما بين ديسمبر وفبراير ليست كافية ونتيجة لذلك صارت التربة في العديد من مناطق ألمانيا أكثر جفافا ولهذا السبب فالمزارعون يخشون مرة أخرى من خسائر كبيرة في محصولهم وبهذا نصل إلى نهاية الفقرة موعدنا يتجدد معكم الأحد القادم إلى اللقاء